السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عبد الملعيم في قناة الاطلس اليوم سنشرح ان شاء الله كيفية زيادة صراءة الانترنت للهواتف الاندرويد فهذه الصراء ان شاء الله ستكون صراءة فائقة اول حاجة لازم نذهب نجرب الانترنت اول حاجة وبعد ذلك سنتطرق الى الشرح ان شاء الله نضغط على go سنلاحظ هناك انترنت يعني انترنت لا بأس به بعد ما لاحظنا صراءة الانترنت نرجع الى الشرح لنكمل الشرحات يعني لا بد من هذا التطبيق root explorer وهذا وهو التطبيق يحتاج الى صلاحية root في هاتفك ونحتاج ايضا الى secret هذا secret هو مخصص لزيادة الانترنت في الواي فاي هكذا الواي فاي جب ايريس ايدش اه اه ال تي او شبكات اه فورجي جميع الشبكات فهذا السيكريبت لا بد أن ننصخه هكذا ننصخه وبعد ذا ما ننصخه نذهب إلى التطبيق نبحث عن السيستيم لازم أن تتبعوا الخطوات كامل كما في الشرح لكي لا تقعون في مشاكل الهاتف بعدما تدخل نحن بعدما تدخل إلى التطبيق تدخل إلى السيستيم وبعد سيستيم تدخل إلى بولد هذه هذه البولد نضغط عليها هكذا هذه هنا توجد جميع النظام وهو نصحكم بأن لا تلعبوا في هذه سنضغط هكذا ضغط مطورة نذهب إلى ثلاثة نقط فوق بعد ذلك نضغط على نضغط على هكذا نعم وبعد ذلك ننزل إلى التحت حتى إلى هذه الكلمة ننزل هكذا أول ثاني ثالث بعد ذلك نلسق السكريبت الذي نسخناه من قبل وبعدين نضغط على ثلاثة نقاط فوق ثلاثة نقاط الموجودة هنا نضغط على ثلاثة نقاط ونسوي حفظ صحف هكذا وبعد ذلك نطفئ الهاتف مباشرة ونشغله مباشرة بدون مشاكل ولكن انا انصحكم بدون ان تلاعبوا في اي من الكلمات هذه الا النصر هكذا بعدما شغلنا الهاتف مباشرة نذهب الى موقع speed test لكي نحصل انترنت نضغط على go كما تلاحظون هناك فرق كبير بين الاول والتاني اذا كما لاحظتم انترنت سريع ولهذا اتمنى منكم ان لا تبقروا علينا بلايك وان تشاركوا في قناتي ونراكم في فيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة